ويا مساء الإيجابية وكل شيء جميل علينا وعليكم يا رب اليوم يوم مميز اليوم الوطني السعودي أدام الله علينا الأمن والأمان يا ربي كريم وحفظ أولياء أمورنا بكل خير الله يساعدكم يا رب دائما كان عندي سؤال كيف أنا ممكن أسوي إسبريسو بدون مكينة خلينا نشوف اليوم بما أنه يوم مميز خلينا نشوف مع بعض إيش الأداء اللي ممكن استخدمها عشان توصلنا الإسبريسو برا البيت بدون مكينة اليوم معانا أداة صنع الإسبريسو بدون كهرباء أو خلنا نقول لي أدوية من شركة كفلانو كفلانو كومبريسو اسم الأداء طبعا كفلانو عبران شركة تستهدف عشاق القهوة بشكل عام فأبدعوا في هالأداء هذه اللي توصلك إلى إسبريسو أو خلنا نقول قريب من الإسبريسو الاحترافي وطبعا حسب كلامهم أنه يوصل فيها الضغط إلى 9 بار لكن الشي هذا نسبي ليس ثابت يعني بحكم أنه حسب استخدامك للأداء طيب خلينا نشوف الآن مع بعض هل الكلام هذا صحيح أو لا خلينا نجرب مع بعض ونسوي انبوكسنج للأداء ونشوف إيش محتوياتها طيب أول نقطة لو تلاحظون أن حجم الأداء صغير ما هو كبير أبدا وزنها خفيف جدا تمام خلينا نشوف مع بعض الآن المكونات ونفصلها مع بعض طيب مكونات الأداء هي إبارة عن اللي هو الدراع اللي الواحد يكبس فيه تمام والوعاء اللي الواحد يعبي فيه الموية طبعا مذكور عليه اللي هو إلى رقم 60 آخر شيء ممتاز وفيه زي الكاس يعني على أساس أن ينزل فيها الإسبريسو مفتوحة من هنا عشان يصير فيه تفريغ للهواء وفيه زي السكوب وبنفس الوقت يعتبر تامبر وهذا اللي هو بمثابة الباسكت اللي هي نفسه البورتفيلتر تمام طبعا لو تلاحظون ما شاء الله القصة قصة الفتحات جدا دقيقة مخصوصة العزر تمام وهذا هو باعتبار اللي هو الشاور سكرين فهذا الشاور سكرين وهذا الباسكت فمعناته أن أنت تتعامل بنفس مبدأ اللي هو مكاين الاسبريسو طيب خلينا نشوف مع بعض كيف طريقة التركيب وكيف طريقة الاستخدام طيب الآن بالنسبة للباسكت الباسكت يعني للأسف طبعا زي ما هو مذكور في الكتيب أنه يشيل من 13 إلى 15 جرام كنت أتمنى أنه يكون يشيل أكثر يعني أكثر من 15 يوصل إلى 18 إلى 20 عشان الواحد يمشي على نفس المعايير اللي هو يعني متعود عليها في مكان الاسبريسو لكن منطقيا لو بتطلع من البيت عشان يعني تسوي قهوة بدون مكينة بطريقة سهلة أكيد أنك بالنهاية ما رح تهتم لبعض هالتفاصيل هذه كنت أتمنى برضو أن يكون التامبر أو خلينا نقول التامبر الـ 51 يستخدم عليها لكن مقاسة أقل من 51 فخلينا نجرب مع بعض حسب اللي هو موجود في الأداء طبعا تركيب الشاور سكرين بالطريقة هذه طبعا فيها الكود الكود نمبر رح يكون الطريقة هذه فوق تمام كده ثبت وبنفس الوقت هذا الضاغط الضاغط طبعا هذا ينفك ما عندك مشكلة فهذا الضاغط اللي أنت رح تكبس فيه لاحقا طبعا شبيهة بمكينة اللي هو يعني الـ AeroPress اللي شرحت عنها سابقا لكن هذه يعني الـ AeroPress كانت للتقطير للـ Black Coffee أو American Coffee لكن هذه مخصصة الإسبريسو بحكم الفتحات الصغيرة جدا في الشاور سكرين والـ Basket طيب خلينا نحضر الآن مع بعض الكوب ونشوف النتيجة معلومة مهمة جدا الآن في مكان الإسبريسو في أغلب الأحيان يمكن أنت ما تقدر تختار أو تعرف درجة حرارة القهوة لكن في الأداة هذه أنت ممكن تختار درجة حرارة القهوة بأنك أنت تستخدم ميزان حرارة وتوزن أو تسخن الموية حسب رغبة يعني مثلا أنا رح أخذ درجة حرارة حرارة الموية 91 اللي هي المتعارفة عليها عالميا للـ Espresso تمام وحسب كلامهم أنه يوصل 9 بار حسب كلام الشركة نفسها أنه يوصل الضغط 9 بار فخلينا نشوف مع بعض النتيجة اللي تطلع من الأداة هذه ونشوف طريقة التحضير طيب والآن رح أخذ اللي هو البن هذا أو النوعية هذه رح أطحن 13 إلى 15 قرام رح أخذ 15 قرام كأقصى حد ممكن ياخذ الباسكت طبعا أنا عايرت البن على مكينة الـ Espresso حقتي فأريدي أن عارف درجة الطحن الخاصة بالبن هذا لكن لما تجد تتعامل مع مكينة أخرى تدفق آخر فشي طبيعي أنه يفرق معك فلا بد أنك تعاير شوية مسألة الطحنة على أساس أنك توصل لطحنة مناسبة وطعم مناسب يطلع لك من الأداة نفسها يعني ما هو مجرد أنك أنت تطحن وتجرب فقط وتقول والله هذا الطعم اللي طلع معايا لا مفرض أنك تعاير مرة مرتين خلاص أنت عرفت فتصير تطحن الكمية اللي أنت تحتاجها في يومك وتطلع وانت معاك الأداة ونقول بسم الله رح نطحن مباشرة في الباسكت ممتاز ووريكم كيف الطريقة طبعا أنا أحب استخدم الميزان عشان أعرف المعايير اللي أنا ماشي عليها أنت ممكن لك الحرية أنك أنت ما تستخدم الميزان أنك تستخدم السكوب الخاص بالأداة تمام أنك تعبي في قهوة فل بحيث أنك أنت تضيفها فيحسب لك تقريبا حوالي 13 إلى 15 جرام من البن لكن أنا أحب أنه لما أستخدم أي أداة أحب أني أخذ معايير معين عشان أعرف كيف أتعامل مع الأداة هذه كبداية بعدين يصير الموضوع بالنسبة لي بديهي وتصير الكمية بصريا أقدر أحددها والآن رح أطحن مباشرة في الباسكت تمام طيب الكمية اللي طلقات لي تقريبا حوالي 14.8 بحكم كمية الفقد اللي فقدتها بسبب أني طحنت مباشرة في الباسكت فالأفضل أن الواحد يطحن بشكل خارجي يستخدم الملعقة عشان بالنهاية يحط أول سكوب الخاص بالأداة حاولت أني يعني أشوف طريقة جديدة مباشرة أني يعني أطحن في الباسكت لكن صعب جدا بحكم أن الكمية تعتبر يعني بدون رينج ما في له مقاس رينج فهم كل واحد يبتكر لهو كوب كرتوني قصة فيحاول أني يحطه بالشكل هذا عشان في البداية لما تطحن رح تلاحظ أن الكمية مرتفعة جدا طيب الآن خلينا نوزع البند بهالشكل هذا باليد طبعا على أساس يتساوى السطح بنفس الوقت لما أجي أكبس يصير الكبس عندي سليم يعني رح نمشي على نفس المعايير اللي نمشي فيها في مكاين الإسبريسو نضرب خلينا نسميه البورتو فلتر أو الباسكت نضرب على الطاولة عشان ينزل مستوى البند فيصير بالشكل هذا في حد برضو نفس تعاملنا مع الباسكت العادي أو باسكت مكاين الإسبريسو ولما نجي نكبس بالمكبس فرا نحطه بالشكل هذا ونكبس بالشكل قوي نتأكد أن الكبس من جميع الجهات يكون متساوي عشان بالنهاية ما يصير عندنا تشانلينج أو خلنقول مسارات أو نزول سريع من جهة وجهة لا تمام كده خلصت أرفع التامبر لو تلاحظون انطبعت كلمة كفلانو وهذه الحواف طبعا من القهوة باقي بحكم أن الباسكت أصلا ما هو نفس مقاس يعني أو ما يوصل بالضبط مقاس الأداء نفسها عشان كده راح برضو أحاول أني أكبسها مرة ثانية عشان أحصل على سطح متساوي طيب الآن راح أضيف اللي هي الموية الحرارة طبعا جميل أنك أنت تمتلك ميزان الحرارة ميزان الحرارة هذا يعني مفيد جدا في عدة حالات إن كان للموية وإن كان درجة حرارة الحليب فجميل أنك أنت تمتلك الأداء زي كده عشان بالنهاية تعرف طبعا درجة حرارة الموية هي 91 فرح أضيفها الآن تمام أنا حطيت إلى رقم 60 أشوف الكتابة تمام على نفس مسكة اليد بالشكل هذا راح أضغط شوية بس تمام وخليها تسوي ترطيب حال حال اللي هو المكاين أخليها شوي لمدة عشر ثواني راح أغير الست عشان بس تشوفون معي كيف طريقة النزول وكيف شكل القهوة وطبعا عشان ما أغلط نفس الغلطة تمام فاستخدمت رينج اللي هو رينج مقاس 51 غير الماغنتيك اللي أنا استخدمه دائم لكن هذا بدون حواف فنفعني في النقطة هذه لإني أقدر أضيف البن بدون ما يتناثر معي من يسار حتى لو حبيتني أفك التكتلات ممكن أستخدم الرينج هذا كمؤقت أو ممكن زي ما ذكرت أقص كوب كرتون بحيث أن يصير عندي مثل الرينج وبكذا أخذينا تقريبا ناقص واحد جزء ميل جرام اللي هو 15 جرام الآن راح أفكتك التلات ووزع زي سابقا ورح نكبس ونشوف مع بعض الاستخلاص طبعا تحذير يعني إذا حبيت أنك أنت تستغني عن الكوب حقهم تمام فلازم تستخدم أكواب تكون سمكتها عالية عشان بنهاية راح ينكسر عليك لو كان سمكتها قليلة لأن تحتاج الأداة ضغط عالي جدا يلي تنتبهون للنقطة هذه طيب والآن بما أننا حضرنا إسبريسو بدون مكينة أكيد راح نحضر حليب أو تبخير بدون مكينة راح أحتاج حليب ساخن على درجة حرارة 65 تمام وأداة الفرنش برس أداة الفرنش برس هي اللي راح تكوني للفوم تمام مجرد أن يسخ الحليب طبعا أنا استخدمت البيتشر بس ما دخلت هوا نهائي عشان بس أوزن كمية الحليب راح أضيف اللي هو الحليب في أداة الفرنش برس تمام ورح أخذ نسبة فوم تقريبا إلى المنطقة هذه يعني زيادة تقريبا حوالي 2 إلى 3% نقول بسم الله تقريبا بعد ما خلصنا الآن راح نزيل اللي هو الفرنش برس طبعا طبيعي جدا أن يكون فيه فقعات كبيرة عدرا راح أضيفه بشكل سريع عشان ما يفصل علي تمام راح أضرب البيتشر بالشكل هذا عشان أتخلص من الفقعات الكبيرة بصير يختلط القوام مع بعض طبعا أكيد الكريمة فقدت شوية من قوامها نقول بسم الله بسم الله تقريبا طيب الآن في النهاية بعد ما استخدمنا الأداة تقريبا جربتها أكثر مرة فأنا شوف أنها منطقية لكن فيها عدة عيوب أولا طبعا ما فيه مقاسات للتامبر أو خلنا نقول ككبس يعني مقاسة شوية أنا كنت أفضل لو يعني مثلا يطورون فيها بحيث أن يشيل الباسكت اللي هو المعيار العالمي للقهوة اللي هي 18 غرام وما فوق منطقيا أنا شوف أن الأداة تحتاج مجهود عالي يعني كتحضير يحتاج قوة في التحضير عشان توصل فعلا لتسعة بار بس كأداة ممكن تسوي فيها برا البيت أو في الخارج أنا شوف أنها مناسبة جدا ويمكن شوفتوا نتائج بعيونكم تمام طبعا قيمة الأداة تختلف من موقع إلى موقع لكن عند أغلب المحلات تباع بـ 350 ممكن تحصلها في الموقع بـ 300 إلى حتى 200 ريال فأنا شوف أنها مناسبة جدا خفيفة ممتعة في التحضير بس لو يعني عالجوا نقطة الباسكت حجم الباسكت زائد اللي هو يكون لها الرنج خاص فيها وتامبر خاص فيها غير البلاستيك يكون أفضل وكأداة أنا شوف أنها جيدة مناسبة حلوة كاستخدام وطبعا التبخير بدون مكينة برضو يفرق معاك أكيد ما رح يكون زي المكاين في شوية خشونة ممكن يرتفع معاك ممكن يصير في فقعات ممكن يفصل معاك هذا شي طبيعي مع التدريب مع الممارسة رح تقدر تحضر كوب جميل بدون مكينة وخلينا نذوق مع بعض الطعم النهائي نقول بسم الله أي نعم إنما هو زي المكينة لكن نشوف أنها منطقي جدا يعني إذا أنا برا البيت واضطريتني أشرب قهوة واحتجتني أشرب قهوة أدواتي معاي قهوتي معاي خير وبركة طبعا الفرنش بريس يجي أحجام فممكن الواحد يشتري حجم صغير عشان ما يضطر إنه يكون الأحجام اللي يشيلها دائما معا كبيرة تمام وإن شاء الله يربيني أفدتكم وإن أخطأت فهوه من نفسي وإن أصبت فهوه من الله وطبعا كتجربة للعداء أنا هذه أول مرة أجربها وأكيد إنه يطلع منها نتائج أفضل وأفضل وفي ناس متخصصين رح أترك لكم بعض التفاصيل أو بعض الفيديوهات اللي من المصنع نفسه وطبعا فيه برضو مطحنة من كفلانه نفسها مطحنة توصلك لدرجات الإسبريسو بنفس الشكل بنفس الأداء ممكن برضو إذا حبيت إنك تضيفها من ضمن عشان الخيارات بحكم أنك أنت مثلا ما تحب والله إنك تاخذ القهوة مطحونة ممكن أو تطحنها في نفس اليوم تاخذ جرعات ما رح تاخذها مطحونة من أي محل هذه نقطة جدا مهمة فممكن تطحن فرش وتستخلص فرش في نفس الوقت وهذا الشي يرجع لك أنت كمستخدم وإن شاء الله بإذن الله أني أفدتكم واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودعوه شكرا لكم لاستماعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة